لقد هطلت الأمطار للتو في صحراء الصحراء الكبرى مما أثار مخاوفة كبيرة بشأن المناخ لقد هطلت للتو قبل وقت بعيد في الصحراء الكبرى مما أثار مخاوفة كبيرة المناخ وكلايمت سقطت كمية من الأمطار خلال يومين أكثر مما يتم رؤية وعادة في عام كامل there was more rain يعني مطر أكثر more rain in just two days فقط في يومين than what is typically seen a year مما يتم رؤية وعادة في سنة typically تعني عادة typically in a rare and unexpected event south eastern Morocco's Sahara Desert was hit by heavy rainstorms last month delivering more rainfall in days than some areas receive in a year في حدث نادر وغير متوقع ضربت الأمطار الغازيرة الصحراء الكبرى في جنوب شرق المغرب الشهر الماضي متسببة في هطول أمطار أكثر خلال أيام مما تتلقاه بعض المناطق في عام كامل in a rare نادر rare and unexpected unexpected تعني غير متوقع event حادث حدث south eastern south eastern الجنوب الشرقي south eastern Morocco south eastern Morocco السحراء الكبرى التي تتوجد في جنوب الشرقي المغرب فهي صحراء كبيرة تشمل عديد من الدول من مصر شرقا إلى المغرب غربا جنوب المغرب وكذلك الشمال المالي وتشاد وغيرها من الدول فهذه المناطق was hit by heavy rainstorms ضربت ب أمطار غزيرة جدا heavy rainstorms أمطار عاصفية كثيرة last month الشهر الماضي delivering delivering more rainfall وقامت بهضول الكثير من الأمطار delivering يعني سلمت حفيا يعني سلم to deliver يسلم يوصل هنا المقصود بأنها سقطت الكثير من الأمطار rainfall هي سقوط الأمطار in days في أيام than some areas receive in a year يعني سقطت في أيام أكثر مما يسقط في سنة وشهدت بلدة تاغونت تاغونتيا قرية في المغرب a small town بلدة صغيرة فلقية قرية صغيرة saw nearly four inches شهدت تقريبا أربع بوصات four inches of rain من المطر in a single day في يوم واحد an extraordinary amount وهي كمية استثنائية amount كمية for a region بالنسبة لمنطقة that typically gets less than 10 inches annually التي عادة ما تحصل على أقل من عشر بوصات سنويا يعني في يوم واحد حصلت على تقريبا نصف الأمطار التي تتثبت في سنة It's been 30 to 50 years since we've had this much rain in such a short space of time said حسين يوابب of Morocco's Meteorological Directorate وقال حسين يوابب من مديرية الأرصاد مديرية الأرصاد هي Meteorological Directorate هي مديرية Directorate لقد مر ما بين 30 إلى 50 عاما منذ أن شهدنا هذا القدر من الأمطار في مثل هذه الفترة القصيرة يعني لم يشهد المغرب مثل هذه الأمطار منذ 30 و50 سنة Since we've had Since we've had this much of rain Since we've had this much rain يعني منذ أن شهدنا هذا القدر من الأمطار In such a short space of time في فترة قصيرة Space of time يعني فترة من الزمن While the rain brought temporary relief to the drought-stricken area Experts believe it could replenish underground aquifers that locals rely on for water على رغم أن الأمطار جلبت رحة مؤقتة للمنطقة التي تعاني من الجفاف يعتقد الخبراء أنها قد تساعد في تجديد طبقات المياه الجوفية التي يعتمد عليها السكان المحليين للحصول على المياه While the rain brought temporary relief يعني راحة مؤقتة relief راحة temporary مؤقت The drought-stricken area المنطقة التي تعاني من الجفاف drought-stricken drought-stricken area area هي منطقة drought هو الجفاف stricken يعني تعاني من الجفاف drought-stricken area experts believe يعتقد الخبراء كلمة experts تاني الخبراء experts believe يعتقدون it could replenish underground aquifers أنها قد تساعد في تجديد طبقات المياه الجوفية aquifer aquifer تاني طبقات المياه الجوفية المياه الجوفية aquifer underground يعني جوفي في أسفل تحت الأرض underground replenish تعيد مل تجدد replenish هذه الطبقات التي يعتمد عليها السكان المحليون للحصول على المياه that locals locals يعني السكان المحليون rely on يعني تبجون عليها for water للمياه satellite imagery from from NASA even showed water flowing toward lake Eriki a lake bed that has remained dry for 50 years أظهرت صور الأقمار الصناعية من وكالة NASA أن المياه تتفقح وبحيرة Eriki وهي قاعوا بحيرة ظل جافا لمدة خمسين عاما satellite imagery imagery يعني صور from NASA even showed حتى أنها أظهرت even showed water flowing الماء يتدفق toward lake Eriki نحو بحيرة Eriki a lake bed قاعوا بحيرة a lake bed that has remained dry الذي بقي جافا ظل جافا that has remained رمان يعني ظل dry for 50 years لمدة خمسين سنة however meteorologists warn that the increase in atmospheric moisture could fuel more frequent storms signaling long-term climate shifts in a region unaccustomed to such weather patterns ومع ذلك however meteorologists يعني خبراء الأرصاد الجوية meteorologists meteorologists warn يحذرون warn that the increase in atmospheric moisture زيادة الرضوبة الجوية atmospheric moisture atmospheric moisture could fuel more frequent storm قد تغدي المزيد من العواصف could fuel fuel يغدي more frequent storms more frequent storms المزيد من العواصف المتكررة fuel يعني الوقود هنا استخدمت كفعل بمعنى يغدي كأنك تعطي الوقود لشيء ما تزود بالوقود يزيد من حدة يقوي هذا هو المقصود هنا signaling مما يشير لي signaling يعني مما يشير لي أو مما يشير إلى long term climate shifts long term climate shifts تغيرات مناخية طويلة الأمد long term تعني طويل الأمد long term in a region في منطقة an accustomed غير معتادة an accustomed to such weather patterns على مثل هذه الأنماط الجوية to such يعني على مثل an accustomed to such غير معتادة على مثل هذه weather patterns الأنماط الجوية patterns تعني أنماط أو أنساق despite the short term benefits the flooding proved deadly resulting in over 20 deaths across Morocco and Algeria على رغم من الفوائد قصيرة الأجر فقد كانت الفيضانات قاتلة مما أذى إلى مقتل أكثر من 20 شخصا في المغرب والجزائر despite على الرغم من despite the short term benefits الفوائد قصيرة الأجل the short term benefits فوائد قصيرة الأجل the flooding proved deadly أدى الفيضانات يعني الفيضانات كانت قاتلة the flooding flooding تعني فيضان proved deadly أثبت بأنه قاتل يعني كان قاتلا تبت أنه كان قاتلا deadly deadly قاتل resulting مؤديا resulting in over 20 deaths مقتل 20 شخصا over 20 deaths across مراكو and ألجيريا يعبر الجزائر والمغرب scientists are still uncertain about what caused this weather anomaly underscoring the unpredictability of extreme weather linked to climate change لا يزال العلماء غير متأكدين مما تسبب في هذا الشدود الجوي مما يبرز عدم القدر على التنبؤ بالتقس القاسي المرتبط بتغير المناخ يعني لا يزال العلماء غير متأكدين scientists are still uncertain مما تسبب في هذا الشدود الجوي about what caused this weather anomaly what caused this weather anomaly underscoring the unpredictability of extreme weather مما يبرز عدم القدرة على التنبؤ بالتقس يعني unpredictability عدم يعني predictability هي إمكانية التنبؤ unpredictability عدم إمكانية التنبؤ لأن predict هنا لوحدها تعني يتنبأ predict يتنبأ predictable يمكن تنبؤ به predictability إمكانية التنبؤ unpredictability عدم إمكانية التنبؤ of extreme weather للتقس بالتقس القاسي extreme weather linked المرتبط ب linked to climate change المرتبط بتغير المناخ climate change this unusual event reflects how shifting climate patterns can offer fleeting relief but also bring unforeseen dangers يعكس هذا الحدث غير المعتاد كيف يمكن لأنماط المناخ المتغيرة أن تقدم ارتياحا مؤقتا ولكن تجلب أيضا مخاطر غير متوقعة this unusual event unusual event حدث غير معتاد unusual event فكلمة unusual تتكون من جزء an و usual usual تعني معتاد unusual غير معتاد reflects تعكس how shifting climate patterns can offer fleeting relief كيف أن الأنماط المناخ المتغيرة يمكن أن تقدم ارتياحا مؤقتا fleeting relief fleeting تعني مؤقت fleeting fleeting مؤقت دو وقت قصير جدا يستمر فقط لوقت قصير جدا relief ارتياح shifting climate patterns shifting تعني متغير shifting shifting يتغير لا يبقى ثابثا shifting climate patterns أنساق وأنماط المناخ فأنماط المناخ المتغيرة shifting climate patterns يمكن أن تقدم ارتياحا مؤقتا can offer fleeting relief لكنها تجلب أيضا مخاطر غير متوقعة but also bring unforeseen dangers dangers مخاطر unforeseen تعني غير متوقعة